تنفيذا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على التوسع في مضلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والسعي لتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجة تعلن مؤسسة حياة كريمة عن تقديم دعم غذائي ونقدي للمواطنين وذلك من خلال توزيع نصف مليون صندوق مساعدات غذائية بالإضافة إلى صرف دعم نقدي لنحو 16 ألف أسرة للفئات الأولى بالرعاية وذلك في مختلف محافظات الجمهورية ويأتي ذلك سعيا من مؤسسة حياة كريمة لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع الدور المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة تجاه المواطنين الأكثر احتياجا في مختلف محافظات الجمهورية لتحقيق حياة كريمة لهم وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي تأتي المؤسسة كأحد أعضائه ومؤسسيه في العمل التنموي في مصر